معي صراحة طيب هنروح بقى وناخدك يعني قبل طبعاً ما نختم طبعاً حلقتنا يعني عشان مش عايزين يعني ما نتكلمش كتير عن الاهلي واكيد ايامك في الاهلي يعني فيها اكيد ذكريات كتير هشام حنفي في الاهلي وهشام حنفي في بحرس الحدود صح بقى؟ صحيح والتحادسة كان دايب اه اه ايه الفرق بقى؟ ايه الفرق بلاجي الاهلي وكل الان بيئتنا؟ ايه الفرق بدي دا اللي ما تعرفناش انا كنت مع جمهور الدرجة الثالثة على طول خلص التمرين اول ماتش هروح هتفرج على الماتشات الفريع الاول في الاستاد وكانت انا لسه انا صغير كمعية عربية بسواق وكان اه الجمهور بيركب معي العربية اللي هو اشهر الناس جات في الجمهور اللي هو عم حسين رحمة الله عليه حسين عفيفي اه الناس معروفة الناس اللي دا ما يبقى عارفينهم حلي جزرة عثمان عم عثمان ربنا ديله الصحة اه كل الناس دي حسني رحمة الله عليه الناس دي كلها معروفة انا ناس دي كانت معي هما دور كان اساسا للنادي الاهلي كانت خطيب بنفسه كان راح للناس دي العزة بتاحهم فيعني احنا مرتبطين بالناس دي فالناس الصغيرة اللي لسه ما تعرفناش لا احنا كنا درجة ثالثة فمش معنى ان انت النهاردة اه في التحليل او في شغلك بتنتقد مسلا حاجة معينة يبقى انت النهاردة بتكره الناس بتوصلك ان انت بتكره يا النادي الاهلي دا دور السوشال ميديا؟ طبعا ما هو دي انا بقولك عليه صح فلا دي توجهات وحاجة اتحاجمتك اتحاجمت انت من جموع من بعض الناس على السوشال ميديا ما انا اقولك انا مش عارف معي لان انا في النهاية هو هشام حنف بصل متربي في النادي فمعروف مين هشام حنف بتاع الاهلي انا مش بحسوب على حد تاني انا راجل اهلاوي من النخاع وكابتل النادي الاهلي فبزعل لما لاقي انا اسف في اللفظ عيل صغير بيتهجم عليك وهو مش عارف مين هو هشام حنف اللي هو هشام حنف في التسعين اتعمل بطولات كتير مع النادي الاهلي حق بطولات وانجازات وانا واخد سبعة دوري وارة بعض انت فهمها واخد دوري ابطال افريكي مرتين واخد سوبر افريكي مرة واخد بطولات عربية حد سوالحراج كنت نجمل بطولات العربية واخد كاس مصر اثنين كاس مصر انا واخد عشرين بطولة مع النادي الاهلي عارف يعني انك تلعبي في وسط النجوم دي احنا زمان عشان اللي يلعب مع الفريق الاول ما كانش فيه احتراف فلازم تبقي يعني واو سوبر يعني عشان تلعبي وتاخدي مكاني النهاردة معلش ما احترامي اي حد بيلعب اي حد خلينا نتفك ان اي حد اي حد اللي هي ان انت في احتراف ممكن اجيب هشام النهاردة اجيبه النادي الاهلي مظهرش كويس بيمشي خلاص احتراف ما هو الاهلي بيجيب كتير ان الاهلي الاهلي برند عايز يكسب كل بطولات فبيجيب فيه لعيبة بتكمل وفيه لعبة ما تكملش لكن احنا زمان لأ مكانش فيه احتراف فاحنا كنا زمان بنحفر في الصخر زي ما بيقولو ولعبنا بشاءنا وابتعبنا وخدنا مجهود يعني جبير جدا عشان لها في وسط الناس طب ومناسبة الاحتراف ما اندمتش ان انت ما احترافت انا جالي بس انا مليش في الغربة للأسف يعني رحمة الله اول حاجة منعني اول حاجة انو قالك انا لسه عايز استفاد من الشيء ما هنفي جالي احنا كانوا معسكرين في المانيا مع مستر هولمن وانا كنت راجل ده كان بيحبني جدا معنا تلات سنين فالراجل كان بيحبني اول انك تبنفز له مهام كل حاجة في الملعبية مع زميلي طبعا يعني كلهم كانوا نجوم ففي الفترة دي لعبنا مع عنديها في الدوري الالماني لعبنا مع باير مونيخ ولعبنا مع فولفسبورج انا جبت جون وتعادلنا اتنين اتنين معاهم فالناس كانوا مطلبيني وسعيتها كابتن يعني صارح ماردواش انك تلسة صغرية لسه صاعد الفريق الاول وبقالي سنتين في الفريق الاول وكان عايزيني يعني نادلالي يعني يستفاد مني اكتر من ابقى موجود وانا ما كنتش حابي منها سفر بصراحة يعني خلي بالك كمان انا ما كنتش حابي ده انا بلعف الاهلي فارحان بلعب مع حسامو برايم مع كشو بيرب مع مع معلش انا بلعب مع النجوم في الفرقة فما كنتش حابي منها سفر بعد كده روحنا معاشكر في النمسا تيرول النمساوي اختارني برضو ما روحتش ابو الدهب اللي راه بعتنانهم ابو الدهب يعني بقى ان ابو الدهب كان مكسر الدنيا وعايزينه مش هاد بعتنانهم من الواحد ايو ايو لأ انا ساعتها كان نجم كبير كان مكسر الدنيا وانا لما حسيت ان ابو الدهب كان رايح انا كت عايز اروح معاه اتنين بلعف انا كتلك خفت خفت من الغربة قلت انا في الاهلي كنت خلصة بطرول العربية قلت لأ انا هفضل في الاهلي بعد البطرول العربية جالي المغرب الفريال الولومبك الواجدول اللي انا جيت فيه جنين كان هنعمل صفقة تبادولية بيني وبين بصير صلاح الدين المغربة كانوا عايزيني وفي نفس الوقت احنا كنا بنحاول نشتري بسير صلاح الدين. فقال لها خلاص ادونا عشان حرفي. هم يعني عملوا كده. لو ايه طب ادونا عشان حرفي. وخدوا انتوا بسير صلاح الدين. ده نجم وقصد نجم. فطمعا رفضوا. في الاهلي رفضوا. فساعتها مرديوش وحطوا رقم.